احنا محدش قالك ان انت تقول للأولاد ان الناس ملايك لا عايزينك تقول لهم ان الناس ملايكة ولا عايزينك تقول لهم ان الناس مش ملايك لا تقول لهم ان الناس شياطين ولا انهم مش شياطين احنا عايزينهم يبقوا نضجين احنا بنتعلم وننضج مع تجاربنا في حياتنا ولذلك اهم واجب على كل مربي وان يواجه مشاكله ويحاول بقي حلها وانه لو طلع من تجربته تعبان وموجوع ومكسور فلابد أنه يقرر أنه يمشي في رحلة التعافي والاتزان عشان يحافظ على إيه يحافظ على التزانه وعلى نفسه وعلى قلبه وكمان على أولاده على فكرة تعافينا واتزاننا أكبر مناعة بتحمي أولادنا من أنهم يكونوا مهزوزين إحنا كده بنحميهم الخوف ما يخليهم شي يبقوا نطجين الخوف يخليهم رجليهم مهزوزة رجليهم بتخبط في بعضها لازم نقدم لهم خطوة عشان يعيشوا تجربة جديدة في حياتهم ونحافظ على قلبهم من أنها تكسر فنحافظ عليهم من أنهم ما يكونوا عندهم نظرة سودوية للحياة بمفاهيم كلها بتسعى إلى استهلاك حياتهم لازم نصنهم من أنهم يدخلوا تجربة تجربة مش تجربتهم لأنها تجربتهم بنظرتنا احنا لازم يدخلوا تجربتهم بنظرتهم هي البريئة مش البريئة بمعنى السزجة لكن البريئة اللي معناها اللي تقدر تشوف الحقيقة على حياتها مش تقدر تشوف ظلام في ظلام في ظلام ما تزنموش أولادكم من نظرتكم وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علم الصبي معنى يعيش بيه في أمان طول العمر مرسخ في قلبه حبه للحلاة يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد وتجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتباه الله لك استمر وربنا هو عونك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتباه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف خليك ماشي في الحياة ما تخافش إزاي بقى نحفظ أولادنا من الخوف من أنهم يعيشوا نفس مصير تجاربنا أول حاجة نربيهم على أصل من أصول الحياة أن التجارب مش بتتورس بالله عليكم لازم تفهموا أولادكم كده تجربتي مش بورسها لأولادي لأن حياتي علاقة خاصة بيني وبين الله أنا مش هورس تجربة أبويا ولا تجربة جدي ما حدش يورس مصير تجربته لحد فمش عشان مثلا ماما وبابا اتطلقوا يبقى بلاش أتجوز عشان أهرب من اتطلق كل تجربة بيمر بيها الإنسان هي تجربته الفريدة زي بصمة إيده ما فيش تجربة نسخة تانية من نسخة من أباهم المهم ناخد بأسباب الخروج من هذه التجربة إلى تجربة نجحة وإنما ما شينجح الإنسان من أول مرة لازم نحاول ويتعلم تاني حاجة ربيهم على الرجولة الرجولة مش الخشونة ولا القسوة الرجولة قيمة إنسانية بتقول إن احنا نقدر نمشي للحياة وإحنا مسكين في مدد الله وفي عون الله اتعلمناها الرجولة دي من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا فقال لنا المؤمن القوي خير ومأحبه عند الله من المؤمن الضعيف اللي هو مستهلك ده اللي مش قادر يمشي مش قادر يقف على رجليه الرجولة إن انت تقف على رجليك وصلب طولك بمدد ربك فالحياة محتاجة رجولة من المؤمنين الرجال وانصدقوا ما عهدوا الله عليه فجزء من الرجولة الوعي وجزء من الرجولة التعلم من تجرب الحياة مش الانعزال مش الانعزال وانزواء عن الحياة لذلك اتعاموا أولادكم وهم دخلين تجربة جديدة عشان يقدروا يكملوا برجولة تالت حاجة رب وأولادكم على حقيقة الوسع إن الحياة أوسع من تصوراتنا والحياة في آخر كتير لسه مشوفناهوش وأوسع من تجربنا وإن مدد ربنا في كل ركن من أركان الحياة وهو ده اللي بيخلينا نقدر نشوف السعادة ولو مرينا بتجربة صعبة فدي مش نهاية العالم لإن خزائنا الله ملأة صحاء الليلة والنهار رابع حاجة لو كنا كأهل عندنا مشكلات نفسية نتيجة تجربة صعبة مرينا بيها فأول أولويات حياتنا وحياة أولادنا إن احنا نروح لمتخصص ساعدنا على التعافي ولو الأولاد اتأثروا نفسيا وفي محتاجين كذلك متخصص نساعدهم ونوديهم عشان يتعافوا يا سادة الحكاة ما هيش هزار نفوس أولادنا مش ملكنا نجرب فيها ولا نورسهم تجاربنا تورسهم لتجاربنا دي مش حاجة بتخليهم نطجين تورسهم لتجاربنا ده حاجة بتخليهم يشيلوا الهم بلا هم يشيلوا الهم بوهم إن احنا كده بنعلمهم وبنقويهم لا خلوا أولادكم يعيشوا حياتهم لإن حياتهم دي ملك ربنا وأي تعدي على حياتهم هو ظلم ليهم وظلم لأنفسنا ربنا يجلبنا الظلم ويخلينا مدد ودعم لأولادنا وسنديهم بمدد ربنا وبمدده وبسنده نكون في ظهور أولادنا ندفعهم للأمام ما نشدهمش الورا يا رب جعلنا دايماً باب من أبواب السعادة والراحة والتخفيف والتيسير على أولادنا ونسير بنورك يا رب العالمين في كل أوقاتنا نكون باباً من أبواب الراحة والسعادة لنا ولأولادنا على الدوام وفي كل وقت وحين يا رب العالمين